موسيقى 39 نقطة احنا متصدردين بطولة الدوري حتى الان طبعا النهاردة الاسماعيلي بيلعب فريق النصر ان شاء الله الساعة 8 ولكن طبعا حصولك على 3 نقاط لأول مرة تتصدر بطولة الدوري هذا الموسم ان شاء الله احنا عندنا ايضا مباراة مؤجنة ما ننسهاش ابدا لان دي وردو مهم جدا انك تحطها في الحزبان ان انت من خلال ايضا 3 نقاط لها تكون ان شاء الله من خلال هذه المباراة ايضا بتأكد بشكل كبير صدرتك وحفاظك ان شاء الله على اللقب هذا الموسم ايضا ان شاء الله يعني واحنا بسعداء بانفوز مبارح اكيد بنتكلم على الايام القادمة ان شاء الله ايام القادمة احنا عندنا مباراة الصورة ان شاء الله هتكون يوم الجمعة ونستعدل ان شاء الله كل ده بعيد خالص عن ازهان ممكن يكون اللعبين ان انت تعد بتحتفل احنا بنحتفل دلوقتي وهن warpد نتكلم ونعقب عن مباراة القدمة ولكن اللعبين دلوقتي في حتة تانية اللعبين دلوقتي بيفكروا في بطولة ليهم تيجي في تاريخهم في تاريخ النادي الاهلي في دولاب بطولات النادي الاهلي بطولة السوبر واعتقد ان كاتر حسامي البادري بيقفل هذه القصة من خلال او قصة مباراة الامس من خلال طبعا السفر النهاردة ممكن وحنا بنتكلم الان تقريبا ان شاء الله هيكونوا وصلوا لمطار ابو ظبي طبعا فريقنا ان شاء الله يعني خلاص على وصول تقريبا او وصل تقريبا في التوقيت الحالي ان شاء الله يكون استعداد قوي لمباراة السوبر بامر الله اللي هتكون ان شاء الله يوم الجمعة زي ما احنا شايفين انبالح كانت مباراة رائعة احنا هنعقب طبعا النهاردة هيكون معنا النقد الرياضي الكبير سيد اسلام شلطوت وايضا كابتن عدل طائمة نجم مصر ونجم النادي الاهلي ايضا هيكون متواجد معنا هيعقب على مباراة الامس ولقاء القلم ولكن زي ما قلوك تفكير احنا ممكن بنحتفل وبنتكلم ونقول كلام كتير على مباراة الامس ولكن هم بيفكروا في القادم هو ده النادي الاهلي بتفكر دائما ازاي تسعد جماهيرك في كل لحظة وفي كل وقت هو ده دائما النادي الاهلي ولعبين النادي الاهلي مسؤولية كبيرة عليهم بشكل كبير ايضا مسؤولية كبيرة كمان على مجل صدارة النادي الاهلي اللي دائما موجود عشان يقدم الجديد لجمهوره فيه اجتماعات فيه النهاردة اجتماع موجود بقادة كبيرة محمود الخطيب بيقعد النهاردة لبحث ملفات كتير منها الرياضية ومنها الانشائية كل ده في سبيل ان النادي الاهلي يبقى دائما في المقدمة هذا الكائن دائما يبقى في المقدمة دائما اقول لكم احنا كلنا كل واحد في مكانه بيعمل دوره عشان الكائن ده يجبر ويجبر ويبقى احسن واحسن هو ده اللي احنا نتمنى طبعا احنا شوفنا اللاعبين المبارح كانوا في احسن حالتهم ايضا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله في المباراة القادمة يبقى يكونوا ايضا في احسن حالتهم ومن خلال طبعا تواجدهم ان شاء الله في الامارات نتمنى ان هم يستعدوا في شكل كبير طبعا على الهاتف معايا دواتي زميلي محمد سعيد واللي كان مصاحب بعثة النادي الاهلي في الطائرة واكيد وصلوا بالسلامة محمد حمد الله على سلامتك محمد الله يسلمك اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي في قناة الاهلي بالساعة النسطة وصلين من حوالي حمد الله على سلامتك لمطار ابو ظبي جاسب الكبير خرجته او ابتديته تتجمع في المطار وحتى الوصول لابو ظبي كلام كان عن مباراة الامس ولا كلام بقى عن المباراة القادمة والاستراد لها لا هو بالفعل الحديث كله عن مباراة المطار ومباراة الشتوبر حتى الكبير تربى الخطيز يمكن بدأ التركيز مشاكل جيد جدا حتى بالتصحات بالنسبة لللاعبين والجهاز الفني يمكن تتمح النهاردة بشكل مؤقت في إمكانية ان البعض يتحدث او يدلج التصحات في المباراة لكن نسألك كمان ان اللاعبين تتحدث عن مباراة السوبر او مباراة القناة قفل هذه الصفحة منذ الامس وواضح جدا التركيز على الجميع كلا تستطيع لتعويض خاصة ان الاهل كان اختصر السوبر للعامل الماضي في تحدي جيد جدا النسائي حتى في صورة العامل الحالي وتعويض ايضا كان مؤشر ايجابي جدا بالنسبة اللي عادين حتى الاستخدامة والشكل النهاردة في البعثة بالكامل في سعادة وفي دفع معناوية جيرة جدا قبل مباراة السورة امام النجل المصري لكن بشكل عامل جدا اتجمعت النهاردة في المطار خفيف ساعة واحدة ظهرم كان معادة طيارة ساعة ثلاثة الكل كان متواجد حصل الموعد المصطفق عليه باللغاية الموحظات الأخيرة الجهاز اللي جاري كان منتظر انساني ان المؤمن ذكرية يلحظ بالجاسة لكن ان كابتن سامير عدلي مزيد للحاصة العامة الخارجية بالنجل اهل المجل متواجد في القيارة المفروض بعد قليل او اخصى حد يعني اذا باسم الله صواحنا يكون مؤمن ذكرية مع الكابتن سامير عدلي يصلوا بإذن الله الى أبو الظابي للحاصة بالجاسة لكن حسب ما أعلم كابتن حسن فجر قيمة الفريق طبعا مؤمن ذكرية لم يلحق الجاسة طلح جمعة الديهاز اللي كان يستبعده من مباراة السوبر عمر برقات خلال ساعات قليلة بالتأكيد سيتم انتقالوا لأحد الأندية وفي فترة برقات السوية في يناري جاري ايضا اقرم توفيع اقرم توفيل غاية يوم الخميس بالطبع راني ربيع ومحمد مزيد يعني يهيبوا عن المبرانة في جهة الإصابة يمكن راني باستخال تشخص الإصابة ما يعادل أظمة فبالتالي انتقالوا بالطبعا لحقه في المباراة السوبر لكن البعض توطرت سابتن عدى عزي عدى الشفاة المدير الرياضي من قطاع فورة الصلاة من النهاردة كان متعواجد معده ومحمد محمد هل فيه جماهير اللي ان شاء الله لها تكون متواجدة أو اللي حبت تطلع من بدل شوية اللي هي هذه المباراة كانت متواجدة على متن الطائرة اللي مسافر فيها النادي الأهلي ولا ما كانش فيه حد من جمهير النادي الأهلي موجود على متن الطائرة لا ما كانش فيه جمهور مفاهد للبعثة لكن اللحظ الحق الجبير وانت داخل المطارة الطاهرة كانت في جماهير متواجدة في وداع للبعثة وده بالتأكيد الجمهور كان موجود ليوضع للبعثة بعد الأداء مظهر الطيب والأداء السيك العالي لظهر بالأهلي وتقدر المتابعة مع قرب نهاية الدور الأول ودفع معنوية لتحقيقه سوبر تحديداً أمام فريق الناجي الواصل لكن ومجرد متوقع حسب الأنباء اللي داخلنا في الإمارات مجرد منخص من المطار أبو ظبي ونفى مدينة العيد لا فيش حسود ده مهيرية متوقعة وجودها في استقبال فريق الناجي الأهلي وده متوقع برنامج الفريق بكرة محمد لا يوجد اطلاع عليه من خلال توجودك معهم ككلام مع كابتان حسين بدري البرنامج بكرة بعيد عن التدريب نفسه أو لما يتحدد معاد التدريب حتى الآن أنت بتقول الجهاز الفني ينتظر فقط الوصول لفندق الإقامة وفندقين اللي عين في الغرف ويبدأ بقى يدعى الجهاز الفني برنانجو وبالطبع يكون هناك تدريب بغدا على فترة واحدة وتدريبات خلال الأيام القادمة وتدريب يوم الخميس بإذن الله على ملع عبد الحنسي هذا هو موعيد الفطار ما يتحدد الفطار في الساعة العشرة صباحا الغدر الساعة اثنين حتى الثمان معاد التمرين يعني التمرين لو عيد الساعة الثالث الصبح بتسلي الفطار معاد بجر عن كده شوية ويتقى في عشا ويتحدد تقريبا بيتقى في محضرتين هيتعاملوا قبل المباراة السوبر وغالبا المحاضرات تدريبا انها الغد بإذن الله وحتى مواعد المباراة المجدومة تتطرون بولك محمد مستبع دائما من الجهاز التمني فتحديدا في الشفرية تحدد كل كبيرة صغير سواء المحاضرات سواء مواعيد الغذة العدى الأكس أو تحرق حتى لمواعيد التدريبات صحيح محمد لكن عايزي أقول لك بعد مرش زي دا ودائما السعادة وانت موجود قدام على الشاشة دلوقتي واتكوالسنا وأثناء السفر خلينا أقول لك أن دائما السعادة التي تبقى موجودة تتخلي كل اتنين يحب يعودوا جنب بعض في الطيارة من أبرز سنائيات كانت موجودة على الطيارة عادين جنب بعض محمد أفضل سنائيات الدين شباب اللي كان متواجد مع بعض بعد كده أيمن أشرف وإسلام محارب وتعدي سمير هو تقدر تقول كان نعيسهم عفرصه ومصطفى شباب يعني دي اللي كان بالعب لكده فيه سريق الشباب لكن دول كانوا موجودين النهاردة متواجدين مع بعض عايزة أقول لك باكة وزينير أزاييات وأيضا كانوا متواجدين مع بعض بشكل كبير برضو شيء اللافت للناظر عايزة طمانك على وليد أزارو يمكن نعمل يعني جرح كده في وشه بعد الخطس الخدس في مباراة الجمال للأمس يمكن تصري خالد محمود عمل لغروزتين كده في رأسه لكن حالته مطبئرة إن شاء الله ويقدر يشارك في تدريبات خلالي لنفترة قادمة أحمد حاشي عايزة يبدو نتنفيد مقاوية في وشه كان مؤثر عليه شك حسف المباراة وبانا عليه وشه النهاردة لكن تقدر تقول وريد سليمان أحمد تشف تلعيق عاديين مع بعض شريك سكرامي وأحمد عاجل وشي مناوي ده شيء لفت انتباهين النهاردة كانوا عاديين أيضا مع بعض المجموعة اللي كانت من طرق السلام وحارب وسعد سمير وحسين السيد ومجموعة تكتماه توافزة بكذا فريح في النادي الأهلي اللي كانوا بلعبوا فريح اشتبات من حوالي أربع سنوات اللي كانوا بيخذوا عادي قاعدة متواجدين مع بعض لا في حالة طالفة بين اللعبين نيدو جابر كمان في اللفت النظر اللي يعني لوحظت أنه هو متواجد بجوار كريم مزبد ويعني متواجد مع مجموعة الشباب الصوازين أحمد حمزي وأحمد ياسر ريان في حالة طالفة بين الفترة الحالية وبالتأكيد هذا شيء يدعو للمبارات الصوبر الفوز حلوة محمد الصراحة بتخليك حتى وانت مسافر كده اللعيبة سعيدة الجهاز الفني سعيد مفيش أي حاجة ممكن تقفلك الصراحة في السفرية فالحمد الله فوز الأمس ده خليك رايح بسقة عالية عايز تمتع نفسك وتمتع جمهورك وتبسطه بشكل كبير محمد مش عايز نتطول عليك بشكرك وانحنا معاك وكواليس الخاصة ببعثة النادي الأهلي ان شاء الله هنكون متواجدين معاك باستمرار من خلال قناة الأهلي شكرا محمد سعيد زمينا طبعا في قناة الأهلي متواجد حاليا مع بعثة النادي الأهلي ان شاء الله كل التوفيق لفرينا خلي بالك وانحنا بنتكلم التصريحات ما بعد المباراة كابتن حسين بدري بيقول انحنا احنا نفوز مهم طبعا على الغريم التقليدي ولكن احنا نستحق هذا الفوز على زمانك انت فعلا ما تيجي تبص ان المباراة كابتن حسين بدري كان قاري بشكل كبير اوي هذه المباراة وخصوصا طريقة لعبة كابتن اهاب جلال سواء ثالث وده حاجة مؤازة وده كان تصريح كابتن حسين بدري انه حق فوز مستحق على نادي الزمانك اما بالنسبة لنجن المباراة وانا بشوفه مانا فضاماتش امبارح هو محمد الشناوي لان امبارح تصدير لراكلة الجزاء اعتقد انها كان نقطة التحول في شكل المباراة طبعا الهدف ولكن محمد الشناوي ونجم اللقاء امبارح بتصدى لضربة جزاء باسم مرسي والامور بتتحسن في الضغط الاخيرة بالنسبة النادي الاهلي بيحرز هدف تاني وشوط تاني بيبقى امتلاك كامل النادي الاهلي ده ممكن انا بشوف انها بسبب هذه الكرة كرة محمد الشناوي تصديه لهذه ضربة الجزاء كل التوفيق لمحمد المتقلق بشكل كبير مع النادي الاهلي في الفترة السابقة وان شاء الله الفترة جاء ويبقى ان شاء الله واحد من المنضمين لمنتخبنا الوطني في الفترة القادمة بعمر اللي انه يستحق هذا الحارس يعني ان شاء الله نتمنى يبقى من الحراس المميزين في الفترة القادمة الخسارة الوحيدة الامس اللي كانت موجودة في هذه المباراة واللي احنا ما كناش نحبها هو طبعا خسارة رامي ربيعة في المباريات القادمة نتيجة طبعا إصابته في هذه المباراة في العضلة الضمة نتمنى انه يعود سريعا رامي ربيعة من اللعبين المميزين الرجالة حتى أخلاقين كمان من اللعبة المميزة جدا طبعا هو خارج حزين لانه بيفكر في المباراة المصري بيفكر في المباراة السوبر انه هو مش هلعبة بطولة مهمة كان يعني واحد من الناس المميزة بلا شك ونحن بنتكلم وكابتو حسامة بدري بيصرح النهاردة انه هو بيدور على واحد في خط الظهر ده ما قاللش أبدا سواء بقى من درامي ربيعة او محمد نجيب او اي من أشرف او كل واحد بيقدي دوره في هذه الجزئية بيكون متواجد محمد هاني كمان بساعات بيقدي في هذا المكان لكن كابتو حسامة من خلال الانتقالات الشتوية اللي هتبقى موجودة انه هو بيدور بشكل واعلنها بشكل كبير كابتو حسامة بدري انه هو بيدور بشكل كبير على هذا المكان ولعب يكون متواجد فيه هذا المكان ولكن الف سلام على رامي ربيعة اللي عمل مباراة رائعة وكنا نتمنى نشوفه في مباراة السوبر يعني اخر حاجة بالنسبة اللي كان موجودا بالنسبة لهذه المباراة مباراة السوبر مباراة القمة انا اسف ان التقم التحكيم الايطالي يعني مسافرش على طول يعني تاني يوم كده عايزة استمتع بقى بمصر والشمس اللي فيها على طول المعالم اللي موجودة داخل مصر بقى سواء الهرم او اي جزء في مصر هم راحوا تاني يوم كانوا موجودين بتصوروا مع طبعا الهرم وابو الهول ودي حاجة مميازة تقم التحكيم الايطالي ودي حاجة ان شاء الله نتمنىها دائما لان دائما حتى المباراة دي بيبقى لها هدف تاني ان انت الحكام اللي بيجوا احنا بنستضافتنا طبعا كمصريين حاجة مميازة جدا هم بيستمتعوا جدا بالشمس وبالمعالم الاسرية اللي موجودة في بلدنا مصر ارقام ما بعد المباراة دي حاجة مميازة جدا من نجي نبص وليد ازارو واحد من اللعبين الاجانب اللجوم واحرزوا في لقاءات القمة هو اللاعب الاجنبي السابع او المحترف السابع اللي احرز بقميس النادي الاهلي هدف فيه مرمى الزمالك ويمكن هو اول لعب مغربي يحرز فيه لقاءات القمة وليد ازارو نتمنى له طبعا الشفاء لان طبعا زيما هلزم مننا محمد سعيد هو تقريبا فيه غرس في وشه ان شاء الله دي مش هتأثر عليه في المباراة القادمة طبعا الانجولي فلافيو الفرود الشهير اللي كان مميز جدا مع النادي الاهلي احرز خمس اهداف في النادي الزمالك ايضا احمد فليكس الغاني احرز هدفين النجيري جونير اجيه ايضا هدفين والموريتاني اللي يفتكروا طبعا الموريتاني دا سيلفا يعني واحد دومنيك دا سيلفا احرز هدف اما الانجولي جيلبرتو هدف واحد والهدف الشهير لمالك ايفونا قبل ما يحترف فيه الدور الصيني هدف واحد فقط طبعا هدف كان مميز جدا لتذكره جمهور النادي الاهلي واعتقد انه هو يعني من الاهداف الجيدة في اللقاءات القمة يمكن دي ارقام ما بعد المباراة بالنسبة له الهدفين اللي احرزوا فيه لقاءات القمة وخصوصا اللعبين المحترفين لدى النادي الاهلي خلينا بقى نروح نتكلم وتعليقات ما بعد المباراة والشكل الفني فيه بعض الفنيين بيشوفوه ازاي والنقاط الهدفين ايضا بيشوفوه ازاي مع واحد من الكباتن الكبار كابتن عدل الطائمة وايضا واحد من النقاط الراديين الكبار ايضا استاذ عصام شلتوت خلينا نروح لفاصل واستقبلهم ونتكلم معهم عن اللقاء القمة اشتركوا في القناة موسيقى